الحين المملكة توقع على أشياء مذكرة التفاهم مواثيق معاهدات قواني ما الفرق بين هذه الأشياء؟ نسمع أكثر من اسم مثلا لا أعرف ما الفرق بين الميثاق عن المعاهدة عن مذكرة التفاهم ما الفرق بين هذه الأشياء قانونية؟ هو كقيمة قانونية لا يوجد فرق أو لا عبرة بالمسميات سواء نسميتها اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة التفاهم ولا مذكرة التعاون ولا عهد بالضبط المصطلحات لكن العبرة بالمحتوى حتى تكون اتفاقية دولية أن يكون بين أشخاص من أشخاص القانون الدولي اللي هم الدول أو المنظمات الدولية أو أن تكون يحوي على الالتزامات وفق القانون الدولي لكن جرى العرف مثلا أن الميثاق يستخدم في إن شاء الله مثلا فيما يتعلق بتأسين منظمات دولية ميثاق الأمم المتحدة ميثاق جمعة الدول العربية المعاهدة في المسائل المرتبطة بالسيادة الحدود الأحلاف لكن هذا جرى العرف اسمه قانونيا لكنه جرى العرف تجد مثلا بعض المعاهدة مثلا الحدود مع اليمن معاهدة لكن تجد اتفاقية مثلا مع الإمارات فمسمه اتفاقية المعاهدة ما غير من قيم القانوني للوثيقتين في كلها يعني ماشي على العرف أكثر من أنها استخدماتها ماشي على العرف لكن القيم القانوني هو واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر